ايه زيكو اغلى اخوات في الدنيا عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير وبصحة وسلام طبعا سألتوني كتير عن البط المسكوفي وانواع البط ازاي بين ربيها مع بعض وكمان ربينا الدورة اللي فاتت لاخر يوم ودبحنا منها على شهر رمضان بسم الله من شاء الله حاجة كده جميلة جدا طبعا سألتوني كمان في التسمين بتاعه وكمان الطعم بتاعه بيبقى عامل ازاي طعمه زي البلدي ولا ولا ما بيكونش طعم البلدي تمام كده طبعا قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة اغلى اخواتك العادة ما تنسوش تشيركم في القناة وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك للفيديو وكمان نصلي على اشرف الخلق اجمعين اللهم صلوا وسلم وبارك عليه وعلى اهل وصحبه وسلم تسليما كثيرا ازايكو حباب قلب اخبركو عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير لاحظت طول الفترة اللي فاتت طبعا متابعين كتير جدا على القناة عن تسمين بيسألوا دايما عن تسمين البط اي نوع التسمين اللي انت هتربع عليه اذا كان موسكوفي ولا مولر ولا بط بلدي وطبعا البط البلدي بيحتاج معانا ان احنا حاجات معينة بنعملها معايا علشان يزيب معانا في الوزن وازاي كمان توصل البط معاك لأعلى اوزان وكمان نعرف البط الموسكوفي من اي انواع تانية وكمان نعرف المولر لان كتير جدا بيتغش بياخد المولر وبياخد كمان البط الفرنسا والبيور على انه موسكوفي تمام كده النهاردة بإذن الله كده هنتكلم في كل حاجة وكمان ازاي نهتمي بيه علشان ما يحصلش مشاكل خلال دورة التسمين وكمان مزايا البط وعيوب وكل حاجة تحضن البط الموسكوفي هنتكلم عن كل حاجة خلال حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا من البداية للنهاية وطبعا زي ما بنقول كل مرة قبل ما نبدأ الفيديو ياريت نصلى على أشرف الخلق أجمعين اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحابه أجمعين طبعا لو حابين تربوا النوعية ديت كمشروع مثلا تجاري ماشي لو حابين تربوا للبيت عدد بسيط برضو كده ماشي بس ملحوظة مهمة جدا يا جماعة البط الخليط الموسكوفي أو الموسكوفي عموما لازم يتحطله نسبة من العلف يعني ما ينفعش ان احنا نبدأ معاه على بواية أكل البيت على طول لازم تأسيس يكون صح تمام كده يعني تقعودك كده فترة كويسة نأكل فيه علف علشان يفتح معاك والصدر بتاعه كمان يفتح ويشيل أعلى أوزان طيب نأكله علف لحد إمتى البط ده يا جماعة من عمر يوم لحد عمر 25 يوم أو 30 يوم بيأكل علف بادي 23% أو ممكن كمان لعمر 20 يوم علف بادي 23% تمام كده بعد كده منغير البادي إلى النامي وبتستمر على العلف البادي بتستمر على العلف النامي العمر 45 يوم تمام كمان وممكن كمان ان انت تستمر على عمر 50 يوم تأكل علف طيب ممكن طيب حد هيقول دلوقتي طيب العلف غالي والحاجة كلها غالية طبعا الله المستعان هو ده تسمين البط يا جماعة زي ما الكتاب بيقول طيب هنعمل ايه؟ طبعا المكتدر هيقدر يسمين بالعلف من أول يوم لآخر يوم لما دورة التسمين طبعا بتعطيه تخلص ثلاث شهور ونص طيب اللي بقى مش قادر ان هو يأكل العلف طيب هنعمل ايه مع بعض؟ طبعا اول حاجة ان احنا هنعملها لكن طبعا مع الغالة بتاع العلف وان احنا ممكن يكون متوفر عندنا بدائل ممكن ندخل مع البدائل ديت مع العلف طيب هنعمل ايه؟ طبعا اول حاجة الناس بتعملها او اكتر المربين بيعملها المطلئين ان انت بكل بتأكل العلف وتقوم شايلها مرة واحدة من قدام البط وبعد كده بيحصل عندك افتراس وتساقط في الريش ونرجع نقول ايه اللي بيحصل للبط طيب اهم حاجة يا جماعة لعشان انتو تأكلوا البط بتاعك ويبقى المرحلة بتاعته كويسة وما يحصلش عنده اي تساقط يبقى لازم تمشي على خطوات معينة ايه هي الخطوات؟ ان انت من بعد الشهر الاولاني من بعد العلف البادي 23% هندخل البدائل ايه هي؟ ايه هي؟ البدائل اللي احنا هندخلها وعاوز اقولك كمان ان انت لما هتدخل البدائل يعني انت مش هتتباح البط على 3 شهور او شهرين او 90 يوم لأ هنتباح البط على 4 شهور وكمان ممكن 4 شهور ونص علشان طبعا الدكر يوصل معاك مثلا يعني 7 او 8 كيلو طبعا على الخلطات الطبيعية وبوايا اكل البيت والعيش والردى والكلام طبعا اللي احنا عارفينه دول طيب لو احنا هنأكل علف صافي يبقى انت لو انت مثلا حابة ان انت تعملي كمشروع يبقى انت هتأكلي علف صافي من اول يوم لحد الدب حتيجي مثلا قبل طيب ايه هي البدائل اللي ممكن ندخلها مع العلف للبط ده من عمر 45 يوم او البديل طبعا وضوت البديل اللي احنا اتكلمنا عليه كتير جدا 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 طبعا كلكم عارفين الخلطة اللي احنا بنقدمها للبط ده طبعا عبارة عن علف 21% والنسبة الدرة والنسبة دردة وكمان نسبة من الكزب عاوز اقول لكم جميلة جدا 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 ومغزية وكمان بترفع معانا الاوزان ده غير طبعا البدائل الطبعية اللي احنا بندخلها زي الخضرة زي الكرات زي البصل الاخضر الجرجير الخاص عاوز اقول لكم كمان العيش من الحاجات الجميلة جدا لو انت نازلتها على الخلطة ديات غير كده كمان بوايا اكل البيت اللي بتفضل عندك اي حاجة ان شاء الله يا رب حتى لو اشرب بطاطس الحاجات دي كلها جميلة جدا 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 ومغزية للطيور في السن دول بس اهم حاجة ان انت لازم تعود الطيور بتاعتك من اول الخمسة واربعين يوم على بوايا اكل البيت مع النسبة اللي انت بتحطيها بتاعت العلب بتاعك تمام كده طيب اول بديل طبعا البديل ده هيكونه اتكلمنا فيه عنه كتير قبل كده الفترة اللي فاتت وهو بديل فيه فوائد جميلة جدا جواه نسبة طاقة وبروتين وكمان جواه الياف وكمان بيسمين جميع انواع الطيور غير مكلف فعلا بالمرة وكمان يعني من كمية بسيطة جدا ممكن تعملي كمية كبيرة جدا منه يعني مثلا كيلو ونص من العلف ده البديل ده هيعملك 11 كيلو من العلف وتأكلي كمان منه الطيور كلها بديل علف هيل جدا 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 للطيور عندك ايه هو بقى ايه البديل دوت تعالوا مع بعض نشوف ايه البديل بتاعنا البديل دوت اللي هو الشعير المستنبت يعني ايه مش هو القمح وكمان مش هو شعير هو طبعا القرص خلاص عارفين طبعا الشعير اللي احنا بنجيبه ساعات وبنغليه كده على مية وبعد كده بنجيه من عند العطار بنجيه من عند العلاف وبناخده بنغلي منه مية هو ده جماعة الشعير طبعا دوت الشعير المستنبت بتغديه بتاع بعد كده بتخسليه كويس جدا وبتنقعيفه المية اول ما بيبدأ ان هو ينبت معاك بتغديه تحطيه على طبقة من القماش الطبقة دي بتكون مبلولة بعد كده طبعا بتفريده كله وتغطيه او بتحطيه على طبقة قطن مبلولة وبعد كده بتفرشي عليها وبعد كده تقومي مغطيات تاني هو بعد كده بيبدأ يستنبت وبعد كده بيبدأ ان هو يطلع بيكون جميل جدا 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 لطيول وكمان ان هو ان هو برضو حاجة من الامحيات يعني الشعير اللي موجود عند العطار وبنغلي منه يعني بصي ركس جدا وهتقدر ان انت تجي به وهتقدر ان انت تشتغل به جميل جدا 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 ممكن كمان تدخل الشعير المستنبت ده من عمر 45 يوم مع العلف مع العيش المتشوش او المبسوص او المفروض يعني ايه يعني ممكن تبلي العيش علشان ما يبقاش نقاشف عليه تقدر برضو ان انت يبلي كده علشان الطيور تاكل معاك وتقدر انها تبقى عليها سهل البلع خلاص وكمان لو عندك رز مسلوء او كسر الرز ده هو برضو جميل جدا جدا من الحاجات اللي بتسمن الطيور وبتلحمه الطيور بسرعة زي العجيرة او الدشيشة حاجات ده يا جماعة انا تكلمتي فيها قبل كده كذا مرة من الحاجات فعلا 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 اللي بتخلي البط يشيل معاك اوزان هيلة جدا 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 فترة تسمين البط المسكوف من عمر يوم لحد شهرين بصوا ما نزلش اي نوع من البرسيم زي ما قلتلكو قبل كده عاوز اتنزلي نزل حاجات بسيطة جدا ولو يكون حتى الخاص الجرجير الكرات البصل الاخضر الحاجات دي جميلة جدا جدا في العمر دوت لكن البرسيم علشان تأكليه او عشان يبقى وجبة اساسية له الطيور ديه تمين فعشي لازم لو انت هتحطي مرة واحدة في الاسبوع او مرتين مكت طريش عشان ممكن اقول لكو برضو ان البرسيم من الحاجات اللي بتعمل اسهالات مزمنة لو ما بتتاكل عبارة